خمسة وثلاثون قتيلا وعشرات الجرحى من المختطفين لدى جماعة الحوث الإمامية احتجزتهم في مقر عسكري قصفه التحالف العربي الأربعاء الماضي بعد أن قامت الميليشيا بنقلهم من مقر السجن المركزي بصنعاء في وقت سابق لم تكن هذه الحادثة هي الأولى فقد سبقها حوادث مماثلة في محافظة الحديدة وذمار وكثير من المحافظات خلفت جميعها مئات القتلى والجرحى من المختطفين بسجون الميليشيا التي تتزايد باستمرار وضع المختطفين في المقار العسكرية كانت من اقتراح القيادي الحوثي والوزير في حكومتهم الانقلابية حسن زيد الذي دعا إلى خطف معارض الانقلاب ووضعهم كدروع بشرية في الأماكن العسكرية التي يمكن للتحالف قصفها سياسة الاختطاف هي النسخة المطورة من نظام الرهائن التي كانت تستخدمها الإمامة قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لإخضاع معارضيها رابطة أمهات المختطفين ذكرت في تقارير أصدرتها أن الميليشيا الانقلابية تحتجز أكثر من أربعة عشر ألف شخص منذ انقلابهم ثلاثة آلاف شخص منهم غير معروف أماكن اختطافهم وزعتهم في حوالي خمسمائة مقر احتجاز مخاوف حقيقية لدى ذوي المختطفين من احتمالية تصفية الكثير من أبنائهم على يد الميليشيا لتلقي بالتهمة على التحالف العربي وكان الجيش اليمني قد أسر العشرات من ميليشيات الحوثي من أرض المعارك التي يخوضها وقام بعملية تبادل مع جماعة الإمامة أسفرت عن تحرير العشرات من المحتجزين الأبرياء لدى الإمامة التي قتلت أكثر من مئة معتقل تحت التعذيب